وبهدف ضمان توفير أقصى الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وراحة وطمأنينة عقدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اجتماعا مشتركا مع وزارة الحج والعمرى بالمملكة العربية السعودية وتضمن الاجتماع الاطلاع على مستجدات كافة الترتيبات والإجراءات لاستقبال وتفويج حجاج مملكة البحرين لموسم الحج لهذا العام حيث ثمن القاضي عيسى سام المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية مبادرة السعودية بتجشين الاستعداد المسبق وتفويج الحجاج من المنافذ الجوية والبرية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقا لجداول زمنية محددة كما تناول الاجتماع الأنظمة الذكية التي تعتمدها وزارة الحج والعمرى بالمملكة العربية السعودية والتي تسهل على ضيوف الرحمن مناسك الحج ومنها تسجيل بيانات الحجاج في المسار السعودي الإلكتروني